ارض منطقة تدرارت قرب مدينة طرفايا لا تزال تحفظ ذكريات المسيرة الخضراء فهنا يستعد هذان الرجلان من ابناء طرفايا تلك الايام الثلاثة التي قضيها رفقة المشاركين في المسيرة الخضراء لحظة مبيتهم في هذا المكان الى ان اكتمل جمعهم قبل الانطلاق نحو الطاح وفي تدرارت ايضا مطار بدائي كانت تحط به طائرة عسكرية تقل المواد الغذائية اللازمة للمشاركين في المسيرة هذه المنطقة قالت ادرارت وهذه هي الحصرة فيها المسيرة وتمشي تتغدى من الطرفايا والطيار الحمد لله جاءوا لهذا المطار وكانوا يجيبوا الخبز ويجيبوا المواد الغذائية كاملة الخبز بقال لا عرارين عرارين بحال تراب الحمد لله الخير بقال لا معرم ومنين فوتنا ذلك ثلاثة ايام جاي منا ماشين جاي سل العيون اللي هين دخلوا العيون بعد ثلاثة ايام في تدرارت انطلق ثلاثمائة وخمسون الف مواطن مغربي قدموا من كل حدب وصوب نحو حجز المستعمر الاسباني انذاك بطاح هذه اطلال ما بقي من اثار شخصة لذلك الحجز الذي تمكن المشاركون من تجاوزه عام خمسة وسبعين وتسعمائة والف وهنا وسط الطاح ما كان مركزا للمراقبة الاسبانية ملء تاريخ يحرص هؤلاء الذين كانوا في ركب المسيرة على ان يلقنوه لصغار كي يزرعوا قيمة التضحية من اجل وحدة الوطن في تربة الجيل الجديد 250 الف كاملة جاد وانزادت من عند قليم ميلاه اكثر واكثر وشادة من عند قد السمارة الى البحر هذا كامل شادة لاب الكتاب والراية وجايين ملبيين بنفسهم بشجاعة وحماس ما هم جايين الحمد لله وجاي كاملة ممونة كاملة الحمد لله انا ما كانت تعرف بان المسيرة الخضرة كانت سون ولكن لا نسبع بها وحبابنا وجدودنا كانوا شاركوا فيها ورعاهم دريك جاونا وحكوا لنا كحالة كانت المسيرة الخضرة وحش كانوا ساكنين اسبانيون ودريكهم محيدوا اسبانيون اقفوا هنا الان فوق هذه المباني القديمة التي كانت تؤوي انذاك عددا من جنود المستعمر الاسبانية وكان عدد من المواطنين المغاربة يعتلونها ينتشون بلحظة وصولهم الى هذه المنطقة في مصاري المسيرة الخضراء هذه الاماكن كلها تشهد عن من مر بها لو نطقت هي بمثابة صفحة تاريخ مفتوحة للناس تحكي عن تضحيات المغاربة في سبيل الدفاع عن وحدتهم الطرابية ومن مراكش صفحة اخرى من ملحمة المسيرة الخضراء تفتح من خلال ذاكرة فوج الكتبية مع مولاي محمد ومحجوبة نعود بالاذهان الى تلك اللحظة الفارقة تفاصيلها لم تمت حية في الذاكرة لا تزال تقول محجوبة كان النداء اقوى صديق منزينة ومحمد شحيمة من مراكش مع اشراقة الشمس السادس من كل شهر نوانبر تشرق صور ملحمة المسيرة الخضراء في ذاكرة محمد الدروة ولن يجد من يقلب معه صفحات من هذه الملحمة احسن من صديق له ورافيق مشى معا على طريق استكمال الوحدة الترابية للوطن دي كريت كتير ما فيها النظام اللي شناه والناس اللي رفقونا من القياديين والناس اللي عمسدين مسؤولين وذاك شي كان من الدم احسن تنظيم العبقرية اللي صوبت هذه المسيرة خارق العدق كنا مجموعة نتنظيم عشرة عشرة هنا وعشرة هنا بجل الخزانة والغيات المخلين كنا بجلتونه نحن نتنظيم عشرة عمسدين وتنما كنوا مجموعين بحل الخوث كنا ماشين ما في مكان الفرق بين هذا وهذا وهذه صورة اخرى من ملحمة المشاركة النسائية في المسيرة الخضراء محجوبة كانت ضمن 2500 امرأة من متطوعات فوج الكتبية بمراكش ما تزال ترويب نفس النفس الحمسي عند وافع انضمامها إلى مسيرة التحرير نحن نحن نحسوش بالطمع ولا تنمشينا على الطمع لا ما مشيناش على الطمع مشينا على بلادنا مشينا على وطننا وعلى سيدنا وعلى الطرابة على المغرب مشينا هلا قبله وقول ما أزدعت سيدنا هي لس مشيناش التسع وثلاثون سنة مرة وما تزال المسيرة الخضراء تشيع ملحمة عظيمة تؤرخ لمحطة تاريخية من نضار العرش والشعب من أجل التحرير واستكمال الوحدة الترابية للوطن بين السالك ومولاي محمد ومحجوبة وعبد نبي وجوه وشهادات تحكي عن مسيرة خضراء أرادها الملك الراحل الحسن الثاني أن تكون مسيرة رجل واحد بنظام وانتظام كلمات ستظل حاضرة بيننا نحن المغاربة ونحن نحتفل اليوم بالذكرى التاسع والثلاثين للمسيرة ناتيا اليوبي الشيء العزيزي لا شيء واحد أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه كانت عيون المغاربة معلقة على التلفاز تتابع خطب جلالة الملك الراحل الحسن الثاني الذي ألقاه في السادس عشر من أكتوبر سنة 75 تسعمائة وألف معلنا فيه عن تنظيم مسيرة تربط شمال المغرب بجنوبه خطب نقشت حروفه في الذاكرة نظراً للشحنة الوطنية القوية المنبعثة منه فهناك شبر من الوطن أريد له أن يخرج من حدن الوطن علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بصحراء ولنسل الرحم مع إخواننا في صحراء لم يتردد المغاربة في تلبية نذاء وسير وراء مليكهم وقائد البلاد آنذاك ثلاثمائة وستون ألف مغربي صاروا خلفه في مسيرة عنوانها السلام وسلاحهم فيها القرآن والإيمان والحتمية كانت النصر والتمكين لم تخفهم المسافة ولا رهبة السفر ولم يكن الزاد ليشغل بالهم فالفؤاد ممتلئ بوطنية جامحة رافضة للاغتصاب الذي أراده خصوم وحدتنا الطرابية آنذاك للأقاليم الجنوبية خرج المغاربة من كل حذب وصوب ومن كل شبر بهذا الوطن باتجاه الجنوب ليدخلوه في السادس من شهر نومبر سنة 1975 حاملين الأعلام والمصحف الشريف وفاتحين أدرعهم ليرتووا من أحضان إخوانهم الذين كانوا هناك بانتظار وصولهم ليصلوا الرحم بالرحم والأرض بالأرض وإلى الآن لم ينسلخ الرحم عن الرحم ولا التراب عن التراب رغم حقد الحاقدين وجبروت خصوم الوحدة الترابية الذي يدوب في رحم الوطنية الحق هم يسابقون الزمن لترويج أطروحتهم الانفصالية بشتى الطرق لكن الزمن يأبى إلا أن يخيب أمالهم بفضل حكمة وتبصر ملك البلاد محمدنا السادس وسياسته الحكيمة في تدبير ملف الصحراء هذه هي الحكاية ما زال الزمن يختزنها بين ثناياه لتروى كل سنة في مثل هذا اليوم لجيل ولآخر ولتبقى راسخة في الأذهان ولتعلم الأجيال أن المغرب عاش منحمة تاريخية لن يمحوها الزمن ولن تذروها الرياح تلك هي الحكاية حكاية المسيرة الخضراء